أطلق ناشطون يمنيون مساء اليوم حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بإنقاذ جميع السجناء والمعتقلين في السجون اليمنية كإجراء احترازي من تفشي وباء كورونا الذي يجتاح أغلب دول العالم وأصدرت حملة أنقذوا سجناء اليمن بيانا عاجلا للمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء والمثلطفين والأسراف اليمن وقال البيان إن اليمن يعاني وضعا مضطربا منذ العام 2014 إثر الصراع المسلح ما تسبب في اقتياد عشرات الآلاف من المدنيين إلى مراكز الاحتجاز وسط ظروف وسجون وحشية غير عادلة في إشارة إلى حملات الاختطاف التي تنفذها ميليشيا الحوثية الإنقلابية وأشارت الحملة في بيانها إلى عدم امتلاك المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز في اليمن بشكل عام أي مقومات تحفظ الكرامة الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان مؤكدة أن معاناة السجناء تزداد مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا في ظن وجود الآلاف من المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة وأكدت الحملة أن هذا الملف الإنساني على خطورته ما يزال خارج اهتمام كافة جهات أطراف الصراع في اليمن بمن فيهم ميليشيا الحوثية التي تسيطر على عدد من مراكز الاحتجاز في الشمال وأكد المجلس الانتقالي الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من مراكز الاحتجاز في الجنوب وطلب بيان الحملة كافة الأطراف إلى المبادرة في الإفراج عن جميع المحتجزين في ظل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها السجون اليمنية وافتقارها لأدنى الشروط الصحية واللا إنسانية اللائقة وأضاف البيان إن المحتجزين الحاليين في اليمن لا يجوز أن يخضعون للمماورات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني مطالبة جميع الأطراف بالانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائية اليمنية ودعت الحملة كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى التحرك العاجل للضغط على كل الأطراف المعنية في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن قبل فوات الأوان